موسيقى على أنغام ثورية تجمع ألاف الإيرانيين والأمريكان جنبا إلى جنب أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك رفضا لسياسات طهران الداعمة للإرهاب التظاهرة الحاشدة جاءت تزامنا مع كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لا لروحاني شعار رفعه المتظاهرون ورددوه وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك من أجله لإنقاذ الشعب الإيراني من قمع نظام الملالي دمان كاريكاتورية لمرشد إيران علي خامنئي وظله حسن روحاني استخدمها المتظاهرون للسخرية من تسلط النظام وانتهاكه مبادئ حقوق الإنسان القضية السورية كانت حاضرة بقوة وسط التظاهرة لرفض المعارك الطائفية التي تخوضها طهران في سوريا ملف الإيراني هو متعلق جدا بالملف السوري التدخل الإيراني في سوريا من قبل الحكومة الإيرانية هذا أسر سلبا للثورة السورية المتظاهرون شددوا على ضرورة فتح تحقيق دولي في المذبحة التي ارتكبها نظام الملالي بحق ثلاثين ألف سجين سياسي عام 1988 بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عطر المدى عليها ومنها السلام اتدى اشتركوا في القناة